السلام عليكم أخياتي كنا لكم دائنين تمنى أن تكونوا كامل بخير اليوم سأجب لكم وصفة حلوة لها ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذه حلوة شاركتها مع الاخوات في الانستا وفي التيكتوك وطلبوا لي بزيف جيدين الوصفة على طريقتك اليوم سأجب لكم سابري بذوق العسل والبيمو سابري من أرواح ما يكون وبنين بالبزيف والحلوة شابة بالبزيف في المندر قد نروحون الفيديو تنهار اليوم ونرى الوصفة عنها اليوم أريد أن نقول الأخوات الذين يقارعوني لهم ضرورة استعليمية نقول لهم ما ننسيتكم ما أعيدتكم في البال إن شاء الله بإذن الله في الفيديو القادم نوريكم أول درس لكي تنشحوا في السابري ونعطيكم الأصول الوصفة الأصلي لكي تنشحوا فيها إن شاء الله بإذن الله ونوريكم كطرق النجاح نروح الوصفة عنها اليوم ونرى المقادير ما نحتاجه في هذه الوصفة ما نحتاجه في هذه الوصفة؟ نحتاجه أرطلة زبدة لدي كمية حوالي 70 حبة هناك من المنسبة للأخوات الذين يخدمون الطلبية ويعرفون كمية ما قطعتني أرطلة زبدة حوالي 500 قرام زبدة تكون طارية تحرارة الغرفة كمية حسن هناك كمية حسن الحسن ليعطيها الضوء ويعطيها الضوء الكراميل وكمية حسن كمية حسن 40 ملل وربحة بيت كامل في الفيديو السابري نفهمها بكم وين تديروا الصابري فيه الزيت وين تديروا الصابري فيه النيشة وين تستغنوا تماما لهذه الأشياء هذا تراب حبتها بيت كامل خشدة الزيت نخلط جميع المقادير جيدا باليد ولا بالباطيق انا قلت بان خلطهم باليد من الأحسن أن نخلطهم بالباطيق لكي نتيجة الكثير انا نغبنت بيدي كما تعرفون كما يكونوا مهودين اضطرت أني نخدمها بالباطيق هي الصعبة كباشيك الشيك الشيك كلما تخلطهم من ليح جيدا كلما يردك نتيجة روعة انا سنخلط بالباطيق حتى الخيط التعنى يندمج جيدا ونتحصل على خلط الكريمي وهذه المواد السائلة تندمج جيدا مع الزبطة خلطوها من ليح بعد نضيف الكميات على المقادير الأخرى من خلطه جيدا في مطعون كاس كاكاو وكاس كاكاو وكاس كاس كريم كريم نخلط هذه المقادير جافة مع بعض الكرامل ثم نضيف لها تدريجيا الطاحين وكذلك كيس خامير كيميائي الطاحين نشعل ضفت حوالي كيلو تطاحين نخلطه فقط بأطراف الأصابع حتى نحصل على عجلات تكون طريئة ولا تكون تلاسق في اليدين هذا هو العجلات نحلل العجلات في كيس بلاستيكي ونحلل العجلات في كيس بلاستيكي ونطبعها على شكل دائري بالنسبة للأخاوات ونحن نخدم كيس بلاستيكي ونحن لدينا طريقة كيس بلاستيكي هذه هي طريقة سهلة وبسيطة نورق العجلات وفي كل وقت نورق العجلات في كيس بلاستيكي يسخن درجة حلالة 180 لكي نكون كاميرا طبيعة الصابلي ونكون الفورن ساخن وندخل الحبات الصابلي بعد ورقت الصابلي نطبعها بشكل دائري نتم لكم الاختيار ولكن هذه الوصفة وهذا الديكورتة الحلوة تولى معها بشكل دائري هذا هو السمت العجينة سوف ندخلها حي طيب ومن بعد نتلاقوه في التكملة بعد سنقوم بشكل دائري هنا اناه نستعمل نوم بشكل دائري لنحتاجه شغل دائري دائري ونحتاج الكميات حيث السمت العجل قطعه في اللائب لتفعل كمية الميات سوف نحتاج إلى تنجيل نسب العجل نسف العلوة الأولى قطعها قطاع صغيرة و نضيفها في حمام مائي دائما نضيفها في حمام مائي على نارة قليلة لكي نضيفها و لا تكون محبا نضيفها ثم نضيفها هناك الوقت الذي نضيفه نضيف مكسرات الاختيارة نضيفها تتحمس لكي نضيف التزيين نضيفها بعد أن نضيفها سوف نضيفها نضيفها موسة الشوكولة نضيفها نضيفها مع الأخوات و نضيفها 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 موسة الشوكولة نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نكمل الفيديو ثم نضيفها ثم نضيفها موسة السيليكون و نضيفها هناك بعض الأخت في الانستغرام حتى نضيفها و نضيفها حبيت صغر سيكون حبيت صغر و لكن حبيت صغر لا تقديمها بالمقصرات تقديمها طفيا كرامل و تقديمها غير حبابة من المقصرات و فقط بعد أن نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها حبيت صغر و تقديمها و لدينا ثم نضيفها حبيت صغر ثم نضيفها سريع و لا تتعلم و أريد أن نضيفها و تتبعي فرصة و أفضل وعاجة تحديد و الماتزين يقومون و كذلك الكريمة يقومون في الأيام المقبلة نشرح أنواع عديدة من الكريمات التي ستفتح كما لاحظتم بعد شوكوهات جميلة نضيف الحبات شوكوهات ملفوك بطريقة شوكوهات ملفوكة يجب أن يكون شد روحة لكي نضيف الطائرة ملفوك نكمل هذه الطريقة تجد طريقتين في القلاسات كما تريد طريقة في القلاسات بعد قلاسات كامل نبدأ نلسق في هذه الأشكال نضيفها فقط فوق ونجعلها تنشف تماما ونضيفها التزيين قبل الأخير بعد قبل كامل اضيفها كامل كامل قمت بها من الداخل ونبدأ نوزع المكاصرات بها الطريقة اختياري مكاصرات التي تزينها اضيفها 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 اضيفة ملائم غذائي ملائم غذائي يجب أن تخلقوا اضيفة يروح لما تخلقوا لون ذهبي يجب ثم نضيفها ثم نضيفها تنزين بعد كامل حربة تواعي وزينتهم بهذه الطريقة سوف نريكم شكل النهائي بعد مدتهم في الكيسيتو لغنزا تمنى ان شاء الله الوصفة عنها اليوم عجبتكم تمنى ان شاء الله راكم استفدتم من هذه الحلوة وتمنى ان شاء الله بإذن الله لأن البيترى غابة الأخوات الذين قدروني شاركينا الوصفة نحاول نقصب لكم الحبه باش شوفوا الشكل التاحاكي جدا مدير وستطقون لجهة شيشه شيشه بل بزيف وجهة ذوق التاحا مختلف تماما عن ذوق الصابلي تمنى ان شاء الله تجربوها دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى فيديو اخرى ان شاء الله